نجحت قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها الناجحة لإحباط إحدى عمليات التهريب لكمية كبيرة من الأسلحة والدخائر بإحدى المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي وتمكنت قوات حرس الحدود من ضبط 440 بندقية خرطوش ورشاش كلاش و70 تلقى وهاتف للاتصال بالقمر الصناعية وعرب لاند كروزر بالإضافة إلى القبض على فردين من العناصر الإجرامية وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخذوا كافة الإجراءات القانونية حية لهم يأتي ذلك استمرارا للجهود المكتفة لقوات حرس الحدود في تأمين الحدود الاستراتيجية للدولة المصرية بكل عزيمة وإصرار والتصدي للمهاربين والعناصر الإجرامية التي تستهدف النيلة من مقدرات الوطن